حدثنا عن هذا الحصى الذي كان يسبح في يده الشريف صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا؟ يدل على خشية هذا الحصى من الله سبحانه وتعالى يسبح مولاه ورسول الله عليه وسلم يسمع تسبيح ذلك الحصى وحدث بذلك أصحابه وأخبرنا عن ذلك وهذه معجزة أيد الله تعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا حينما أقف أمام هذه الحقائق أقول أنا أولى من كل هذه المخلوقات أن أعبد الله تعالى تعبدا ورقا وأن أخاف الله سبحانه وتعالى وأن أقدس حق التقديس وأن أنزل نفسي في منزل بين المنزلتين بين الرجاء في رحمة الله عز وجل وبين الخوف من عذابه سبحانه وتعالى